يعني إذا انحصرت عملية التغيير بالانتخابات لكن الانتخابات أيضا تعاني من مخاطر التزوير كما عانت والانتخابات على الأقل لثلاث أربع دورات هي أكذوبة في الحقيقة نعم أكذوبة كبيرة ولكن أقول عندي أمل أن تناقض المصالح بين أركان العملية السياسية العراقية قد هو يقضي على عملية التزوير ويعطي فرصة للصوت الحقيقي أن يكون في المكان الصح قد ما أجزم نعم ولن أستطيع أن أراهن على الانتخابات هي الحل النهائي والأخير ولكن ما زالت الانتخابات قريبة وقادمة لنشحذ الهمم مرة أخرى طيب ونصوت للأصلح أما إذا نفي السيناريوهات التزوير نعم أيضا قادة نتائج الانتخابات القادمة فلا والله ليس لهذا الشارع إلا أن يثور ويصرخ في وجوه هؤلاء أنا معك طيب أنا أريد أن أسألك أبو زينب أنا معك هل السيد عزة الشابندر سيرشح في الانتخابات المقبلة أبدا أبدا أنا لن أرشح أبدا خليني أذهب لا أرشح إلى مقاربة وعديد من نعم نعم أقبل عفوا نعم مش هذا الزر أقول العديد من الكتة للشبابية الجديدة وغير الجديدة اللي هما متحمسين ومتصدين للمشاركة في العملية الانتخابية يعني عرضوا علي أن أكون واحد منهم أو جزء منهم فلم أوافق على ذلك ولكن سأكون إلى جانبهم مئة بالمئة ولذلك خليني أسألك ببراعة هذه الكتلة التي أسألك ببراعة سأعمل نعم نعم لا تريد أن ترشح هل لأنك تخشى المسؤولية والعمل ضمن هذه المرحلة أم أنك يستطيب لك أن تبقى تقرع بهؤلاء الذين أسميتهم الغماني والغلمان نعم بكل صراحة ناقش هذا مع نفسي إذا رشحت ونفترض فزت وكشنو راح أصير نائب شي يزيدني هذا ما راح يزيدني يعني ما راح يفعل قدرتي أو حيويتي في المساهمة في تقويم وترشيد العملية السياسية نائب ما تقبل رئيس وزراء ما تقبل وين تي تروح أبو زينب واحد وين مكانك العد وين نوديك كلش حير بي أنت نجم مواني مواني لك تعلم الناس على الصلاة والتماصل لي أنت تدعو للناس إلى الذهاب للانتخابات والكفاءات والقدرات يجب تروح يابا خلي حط لدينا بدينا بعض ونروح مو وسأنتخب وأنا راح أروح للانتخابات اي أنا أدعوهم يروحون للانتخابات وأنا راح أروح للانتخابات وسأصوت لمن أعتقد به أنه هو الأصلح أما رئاسة الوزراء اللي تفضلت فيها رئاسة الوزراء أكيد ما أقبلها بشروط الكتل السياسية الجاثمة على قلب العملية السياسية الآن أكيد لأنه راح أخون أخون نفسي وأخون بلدي وناسي مستحيل مستحيل أقبل رئاسة الوزراء بشروط من يصوت لي ما شأسوي بها ما أريدها يعني لا يمكن أن أقبل بهذا المنصب وأنا أسير لهذه الكتل اشتركوا في القناة